وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهات المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات وتنصيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير هذه البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات إيماناً بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسؤولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلية ومنتجات مصرفية والدخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك وتيسير اجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الالكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي وطلع السيد الرئيس أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الاهلي والاجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الاهلي وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع اجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح تأكيداً لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة في المشروعات الوطنية ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الاهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهات المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون فضلاً عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الاهلي اشتركوا في القناة